أطلق مسلحون مجهولون في طرابلس النار على الموظف بلدية طرابلس التابع لوزارة الداخلية حسن مظلوم وهو من أبناء جبل محسن أمام مسجد الطقوة ففقد السيطر على سيارته واشتاح بسطة للخضر كانت متوقفة في المكان ما أدى إلى مقتله وإلى دهس امرأة تدعى وداد ناصر عبد الله وإصابة شخصين بجروح وأظهرت إحدى الصور التنكيل بجثة مظلوم وقد وطأ المسلحون وجهه وهو ملقا في الأرض وعلى الأثر تجدد الأعمال القنص وإطلاق النار المتبادل على محاور عدة ما أدى إلى إغفال الطريق الدولي بين طرابلس والمينية ومع تزايد إطلاق النار قتل الطفل أحمد خالد السيد البالغ من العمر 11 عاما إثرى سقوط قضيفة قرب جامع خليل الرحمن في باب التبيني كما أصيب آخرون بجروح وفي قضية تفجير مسجدي التقوة والسلام في طرابلس الصيف الماضي أبدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر مطلعته في الأساس وطلب اتهام عشرة أشخاص بجرم تنفيذ أعمال إرهابية والتدخل في الجرم والقتل والتحريض والتخريب ومن بين المدانين ثلاثة سوريين بينهم الضابط في الجيش السوري محمد علي وعلي خضر وركان اسماعيل إضافة للعراقيين ملقب بأبو خالد بجرم الإرهاب والتفجير والقتل ومحاولة القتل وطلب سقر اتهام ستة أشخاص بجرم القيام بأعمال إرهابية والتدخل في الجرم كما طلب إدانة أربعة أشخاص بينهم النائب السابق علي عيد بجرمة تهريب مطلوبين من العدالة وطلب كذلك إدانة الشيخ هاشم منقارة بجرم كتمه معلومات لعلمه بموضوع تفجير المسجدين وبذلك يكون عدد الذين شملتهم المطالع أحدا وعشرين شخصا بينهم ستة موقفين وجهيا وأحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غايدة لإصدار القرار الاتهامي